قبل عام من الآن وفي هذا المكان تحديداً قرب الطريق الدولي السريع في الفلوجة أو ما يعرف بقرية الفياض اكتشفت مقبرة جماعية تضم رفاة العشرات من الجثث يعتقد أنهم من مغيبي أصدقلاوية رغم أنها جثث متفسخة إلا أنها كانت بادرة أمل لذويهم لمعرفة مصيرهم الذي ما يزال مجهولاً مؤسسة الشهداء أوضحت أن التخصيصات المالية لا تكفي لفتح هذه المقبرة حالياً رغم الوعود التي قطعها أحد أعضاء اللجنة الكشف عن مصير المغيبين بفحص الحمض النووي لهم إلا أن وجهاء وعشائر الأنبار طالبوا من يمثلهم في البرلمان بالانسحاب والاعتذار لذوي المغيبين لأنهم لم يكونوا على قدر كاف من المسؤولية بالنسبة أعضاء البرلمان اللي وصلوا من المقبرة أحنا نريد أن أعرفوا المصير إذا ما يعرفون المصير أو يقول لك أننا لا نستطيع أن ينسحبون ينسحبون حتى نرى غير الشغل النوب والله ما يصير الشكل يصير اليوم خمس سنوات مقتطف واحد ما معروف في الراح فأحنا يجب على النواب وأكد مرة أخرى النواب التابعين لمحافظة الأنبار أن لا يتركوا شغلت المغيبين لأن المغيبين أمانا بعناكم لأن أنتم رحتوا ونطعتوا تعاحد قبل فترة بأنه أحنا المغيبين بشواربنا والمغيبين سنطالب بهم ولحد لا يكون شماكو أهالي المغيبين هنا عولوا كثيرا على أعضاء مجلس النواب وكذلك الإدارة المحلية في الأنبار التي رفضت التصريح بخصوص المقبرة التي تضم العشرات من الجثث في منطقة ضمن حدود محافظة الأنبار لقناة الفلوجة الفضائية أحمد ناجي